بعض هذه الباكيجات يعتبر كود بلوغن والبعض الآخر يعتبر بيئة أو انفايرمنت وأيضا في هناك البلوبرنت اللي يعتبر خالص يعني من دون استخدام أي كود خارجي بالإضافة إلى عندنا متريل فعندنا أربع نواع اليوم من باكيجات اللي قامت باستلطافها لنا بعض الباكيجات أنت تشوفونها غير مهمة والبعض الآخر ممكن تستفيد منها مثل البيئات طبعا أنا أنصح وكالعادة أنك تقوم بتحميلها بشكل فوري ما راح تحتاجها الآن ولكن أكيد راح تحتاجها بالمستقبل بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم شباب معاكم جيمز ديزاينر هذا الشهر قامت بالجيم وكالعادة مثل معودتنا ودلعتنا بشكل دائم إضافة خمس باكيجات مجانية فخلونا معاكم نطلع على هذه الباكيجات بشكل سريع جدا ونشوف المميز فيها فأول باكيج معنا ويعتبر كودينج بلوغن ألا وهو states and achievement integration طبعا هذا البلوغن يقوم على عمل إحصائيات خاصة للإنجازات اللي قام اللاعب أو اللاعبين المتواجدين في نفس الفريق بتحصيلها طبعا ينصح لما تستخدم هذا البلوغن أن يكون عندك Online Subsystem و Online Subsystem Utilis وبرضو Online Subsystem Steam الناس اللي يشتغلون على ال Online بشكل مكثف حيعرفون كيفية استخدام ال Subsystem Configuration مع هذا الباكيج فأكيد أنه حيكون إضافة مميزة بحيث أنك تثبت الإحصائيات اللي قدر أن اللاعب يحصل عليها عن طريق إتمام بعض المهام داخل اللعبة الباكيج الثاني ألا وهو Fantasy Interior Environment أول ما تدخل على هذا الباكيج يعني مباشرة حيتناها إلى ذهنك تقريبا فيلم الهوبت بأجزاء الثلاثة المتميزة فأغلب المواد اللي هنا تقريبا أو بعض المواد اللي هنا تتشابه مع هذا الفيلم المتميز والأمور الموجودة فيه من منزل وبرضو من أدوات داخلية صحون أجبان أكل كراسي بالإضافة إلى برضو الجدران فأتوقع أن هذا الباكيج حيعمل لك إضافة متميزة جدا لأنه يعتبر من الباكيجات اللي ممكن تصنع منها بعض الأمور المتميزة خصوصا أنه يعتبر داخلي برضو بإمكانك الاستفادة من الجدران بشكل خارجي أنك تبني منازل من دون أيضا أسس داخلية الباكيج الثالث ألا وهو Replicated Building System أنصح في حقيقة فهذا الباكيج يعتبر من الباكيجات والإضافات المتميزة قيمته تقريبا 30 دولار فيعتبر غير غالي ولكن أبيك جيم هنا قامت بيعطاك بشكل مجانا طبعا هذا الباكيج يسمح لك أنك تضيف أي مادة إلى الخريطة وعن طريق الكود البرمجي المعمول بشكل خالص من البلو برينت تقدر أنك تضيف هذه المادة إلى الخريطة ويتعامل معه اللاعب كأنها مادة أولية يقدر أنه ينقل هذه المادة ويركبها في أي مكان آخر ولكن لاحظ أنه هذه المادة لابد أنك أيضا تبرمجها بشكل مغاير للربليكيتد الخاص بهذا البلو كيج حيث أنه إذا حبيت أنك تستخدم الكرسي للجلوس لابد أنك تبرمج عملية الجلوس برضو إذا حبيت أنك تستخدم الأطعمة الموجودة لابد أنك تبرمجها أنه اللاعب يستخدمها للأكل ولكن بشكل عام عملية نقل المواد ستكون بشكل ميسر وسهل فقط عليك أنك تضيف المادة أي مادة كانت سواء كانت داخلية داخل المنازل أو خارجية في المدن لا أتوقع أن هذا الباكيج ينفع مع الحيوانات أو البشر فأتوقع أنه يستخدم بشكل عام للمواد اللي يقدر اللاعب أنه يستفيد منها الباكيج الرابع على وهو Advanced CRT TV VCR VHS FX طبعا هذا الباكيج حيرجعك إلى الماضي الجميل جدا اللي كنا عايشين فيه مع التلفزيونات اللي تتغير أو يكون فيها نوع من التشويش أو برضو يكون فيها مسحة غير واضحة أو ضبابية في بعض الأحيان برضو الإنعكاس الخاص للشاشات القديمة حتلاحظوا أنه موجود هنا بشكل متميز حقيقة فهذا الباكيج يعتبر بالدرجة الأولى بحيث أنك تقدر تضيفه إلى الألعاب بحيث أن يعطيها مسحة من التلفزيونات القديمة مثل التشويش أو الضبابية برضو بإمكانك أنك تضيفه إلى المواد الثانية حتى يعطيه سطوع وإنعكاس الشاشات اللي احنا تعودنا عليها طبعا اللي كانت موجودة بكثرة في الثمانينات والتسعينات طبعا عملية البرمجة والتحضير لهذا الباكيج موجودة داخل هذا الباكيج نفسه تحت مسمى Demonstration Introduction Video فأتوقع أنه ما رح تعاني من أي صعوبة في تركيب هذه المادة أو هذه الماتريالز إلى بقية الماتريالز الموجودة عندك باللعبة الباكيج الخامس والأخير على وهو Striced Modeler Crystal Mine طبعا هذا يعتبر من أجمل الباكيجات لأنه حقيقة من الأشخاص اللي يحب البيئات سواء كانت لوبولي أو طبعا غيره هذا الباكيج يعتبر بيئة environment ولكن هو يعتبر بيئة كريستالية حقيقة متميز عبارة عن جبل أو داخل جبل وتحصل عليه على مواد كريستالية مواد ماسية خلينا نقول مجوهرات بشكل عام حقيقة من الباكيجات الجميلة جدا واللي نادر أنك تلاقيها طبعا يفتقدي لبعض أتوقع المواد المخبضاني من ضمنها الشخصيات ولكن بغض النظر عن هذه الأمور أنت بإمكانك أنك تحصل عليها من مواد ثانية قاع وأكيد أنك راح تستغني عن بعض الأمور أو بإمكانك تستخدم المواد الداخلية كبديل للمواد البشرية فهذا الباكيج حقيقة حيغنيك عن أمور جدا كثيرة خصوصا أنه يعتبر لوبولي وهو من عشاق اللي يفضلون هذا النوع من الباكيجات في استخدامهم للألعاب خصوصا أنه يتناسب مع الألعاب الخاصة للأطفال أو الألعاب اللي فيها مغامرات بشكل عام فلا يفوتكم هذا الباكيج قوموا بتحميله أيضا للاستفادة من المواد الموجودة فيه وطبعا كالعادة أنا أنصح أنك تقوم بتحميل هذه الباكيجات بشكل دوري حتى لو ما كنت محتاج لها وأكيد يعني سيأتي يوم وراح تحتاج لها خصوصا أنه هذه الباكيجات تطور مع أي إصدار أنت تقوم بتحميله للإنريل إنجين سواء كان إصدار قديم أو حتى إصدار جديد فما راح تحتار من هذه الناحية لأن الإنريل إنجين يتطور مع تطور الزمن ومهما تطور يقوم أصحاب هذه الباكيجات برضو بتطويرها فأكيد إذا ما احتجت الآن صدقني راح يجي يوم وتحتاجه قيمة هذه الباكيجات تقريبا 190 دولار فأنت راح تأخذهم بشكل عام بالمجان فرصة ممتازة تعتبر للأشخاص اللي يبحث عن التكاملية خصوصا إنها تنزل لمدة شهر كامل فأكيد ما راح تخسر شيء إذا وضعتها بالمكتبة تمام بالإضافة إلى الباكيجات الخمسة اللي تقوم بجيم بتحميلها أنا أنصح دائما إنك تروح إلى كلمة free وتضغط عليها ضغطة واحدة بس هيودك دائما إلى الباكيجات الحديثة والجديدة اللي نزلت بشكل دائم هذه الباكيجات ليس لها عمر محدد حتكون دائما هنا عند free بحيث إنك تقدر تجي أبدا في أي وقت إلى free وتحملها وبرضو إذا ما احتجتها في المكتبة تقدر إنك تحذفها فحتكون موجودة معاك إلى الأبد فدائما شيك على هذه الخانة لأنها من الخانات المهمة جدا اللي فجأة راح تلاقي إنه تم استحداث أو تم تنزيل مثلا باكيج متميز ممكن أنت كنت تبحث عنه بشكل متكرر وما لقيته فجأة تلاقيه هنا بشكل مجاني هذه تعتبر من اللفتات الجميلة اللي تقوم دائما بالجيم وإنريل أنجين ببهارنا فيها بشكل دوري وبشكل أشوائي طبعا غير الباكيجات اللي تنزل بشكل شهري ولمدة شهر واحد فهذا كل شيء لهذا اليوم أتمنى يكون هذه الباكيجات نالت إعجابكم أشوفكم على خير بإذن الله معكم جيمز ديزاينر مع السلامة